المياه في كل مكان، لكن لا نقطة واحدة للشرب جوما في شرق جمهورية الكونغو تقع على ضفاف واحدة من كبرى البحيرات العذبة في العالم وتستقبل مستوى من الأمطار هو من الأعلى في إفريقيا ومع ذلك فإن معظم البيوت هنا تفتقر للمياه مياه يجلب البسيطة منها مجموعات من الحمالين الذين يجمعون المياه ويحملونها إلى الملايين من سكان المدينة وتضاف إلى أوعية المياه جرعة من الكلور في محاولة لجعلها آمنة للشرب إجراء يقول البعض إنه أقل من كاف نواجه مشكلات في المناطق النائية حيث لا توجد مياه وتنقطع الكهرباء بشكل متكرر لهذا يذهب الناس لجمع المياه من البحيرة وهذا يسبب مشكلات صحية عديدة مرتبطة بتلوث المياه المنطقة شهدت نزاعات دامية في العقدين الأخيرين مما ضاعف من عدد سكان جوما بعد أن قصدتها موجات كبيرة من اللاجئين نزاعات هي بالإضافة إلى الفساد والفقر أدت إلى تهالك البنية التحتية وفي صفة خالدة من صفات الحروب أنعش الصراع على هوامشه أعمال المستفيدين الذين يستغلون الثغرات فهنا انتعشت تجارة الماء من الجارة رواندا حيث يبيعها الروانديون لسكان شرقي الكونغو بضعف سعرها الأصلي أبيع الوعاء الواحدة بخمسين فرنكا دون أي مشكلات مع حرس الحدود لا ندفع شيئا ونوصل المياه للناس هنا المسؤولون المحليون يضعون اللائمة على الحرب أما بعض الحركات الناشطة فتشير إلى بعض القطاعات الحكومية التي يتهمونها بالفساد مشكلة نخرت المدن الإفريقية على عمق خلف إحدى أكثر مدن القارة غنى بالموارد المائية عطشة